الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية مواصلة في محافظة القاهرة لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق نصف الجملة وشملت جولة الرئيس السيسي التفقدية مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أحياء مدينة نصر والمقطم ومصر الجديدة كما تفقد الرئيس السيسي سيرا الأعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود بطول سبعة كيلو مترات لنقي الحركة من محور الشهيد إلى محور إياس الرزق بالمقطم ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا لكورنيش النيل قالت وزارة الخارجية في بيان إن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان وصل إلى 6399 مواطنا حتى الآن وأوضحت الخارجية أن مصر نجحت أمس في إعادة 454 مواطنا مصريا من السودان عبر الإجلاء البري و618 مواطنا عن طريق الإجلاء الجوي وذلك بإجمالي 1072 مواطنا وأضافت الخارجية أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد أربع طلعات جوية أمس ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى 27 طلعة جوية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن على بلاده التحرك سريعا لمواجهة ما أسمى العضوان الاقتصادي الغربي وقال بوتين أثناء اجتماع لمشرعين روس إن موسكو ستوسع علاقاتها التعاونية مع دول في أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وذلك في إطار قائم على المساواة والمنفعة المتبادلة قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي إن أوكرانيا تواجه ظروفا خطيرة للغاية مضيفا أن الأدوات المالية التي كانت روسيا تمتلكها قبل الحرب ومستويات الإنفاق والعقوبات على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن روسيا لديها أموال كافية لخوض الصراع وفقا للقائد العسكري البولندي فإن كافة كييف غير راجحة بما لديها من صعوبات اقتصادية ضخمة وهو قائد العسكري البولندي ومعارضة أعلنت المفوضية الأوروبية أن بلغاريا والمغار والبولندا والرومانيا والسلوفاكيا توصلت إلى اتفاق يسمح بعبور الصادرات الغذائية الأوكرانية بعد فرض حظر مؤقت على استيرادها واستحتجاجات للمزارعين المحليين ووافقت الدول الأعضاء على السماح باستيراد بعض المنتجات من أوكرانيا بدون قيود كمية ورسوم جمركية وبدون عمليات التفتيش الرسمية وينص الاتفاق على رفع الإجراءات الأوحادية الجانب من بولندا والسلوفاكيا والمغر وبلغاريا ووضع تدابير وقائية مستهنائية بشأن القمح والذرة وبدور اللفت وعباد الشمس فضلا عن حزمة دعم بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين المتضررين في الدول الخلف قال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ لنظيره الصيني إن الانتشار العسكري على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهمالايا يقود العلاقات بين البلدين داعيا إلى فضل اشتباك للحفاظ على السلام والهدوء وتشهد العلاقات بين القوتين الأساويتين توترات منذ اشتباك شهدته المنطقة أصفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وما لا يقل عن أربعة جنود صينيين في يونيو من عام 2020 وتشكل الخلافات حول حدودهما المشتركة بينهما البالغ طولها 3500 كيلو متر مصدر توتر مستمر